اشتركوا في القناة مشيرا الى التزام مركز دراسات بالتميز البحثي وتبادل المعرفة وبناء الشركات وفق اعلى معايير الجودة والكفاءة باعتباره احد بيوت الخبرة الدولية ومن افضل مراكز البحوث على مستوى المنطقة مؤكدان ان البحث العلمي يحظى بالرعاية السامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وبدعم مساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد الرئيسي مجلس الوزراء وخلال اللقاء اطلع الدكتور الشيخ عبدالله بن احمد الحضورة على فعاليات المركز المختلفة واصداراته المتنوعة منها مكتبة دراسات الرقمية وآلية استطلاعات الرأي لقياس الاتجاهات العامة الى جانب منتدى دراسات السابع الذي سيعقد في شهر مايو المقبل بعنوان مجمع مراكز البحوث العربية للاستدامة والتنمية ترجمة نانسي قنقر